تشخيص بعض المشاكل وهمية العمل على تدليلها من هذه اللحظة كأنما الانتخابات حاصلة باتشر يجب أن نهينا فسنا الحطفة الرضية الانتخابات بعد 24 ساعة فالهيئة نفسنا كأنما نحن في حالة نذار كامل فيما يخص تدليل كل العقبات أنا أعتقد مجموعة تسهل انطرحات تحتاج إجابة وتحتاج حال فيما يخص القانون صار الحديث مع السيدة الجمهورية مع السيدة إليس بللمان وتم انتفاق في أول جلسة البللمان يتم التوقيع على القانون وحالته إلى السيدة الجمهورية المصادقة عليه هذا قاعد نشتر عليه بكل جد واليوم وراء الاجتماع حتكلمون الثاني مع إليس الجمهورية مع إليس بللمان للإسراع في هذه الخطوة نعم من غير ممكن أن ندخل الانتخابات وعندنا خلل بالمحكمة الاتحادية بالنصاب هذا الموضوع قاعد نشرعي صالنا أسبوع وإن شاء الله نجد حل قريب عن طريق من الفراغات المحكمة الاتحادية حتى تكون مهيئة في قضية تغفر شروط عمل مفوضية الأجهزة الفاحصة هذا الزواجين موجودة بين قرار مفوضية ومجلس الوزراء خلنا نحاول إلى مشروع تكاملي بين قرار مفوضية وقرار مجلس الوزراء بذلك من نحاول كنم واشتباق نحاول إلى مشروع تكاملي بين فقرتين وثلاثين وكذلك قرار مجلس الوزراء يجب أن نعمل بكل جدية الشركات الفاصلة تكون شركات رصينة والشركات التي تم استخدامها في الدورة الماضية التي صارت به تشكيك يجب أن نتفادها حقيقة يجب أن نبحث عن شركات رصينة حقيقية مشهودة لها بالنزاهة على المستوى العالم وتحتبد بروتوكولات خاصة في قضية حماية سرية أمل هذه الأجهزة عجلة القطار انطلقت خلاص قلنا التاريخ الهيئة نفسنا وكأنما انتخابات بارشة صعبة حتى ننطل وعدنا للناس نلتزم به والخصوص هذه الانتخابات كانت مطلب شعبي وكانت مطلب المرجعية رشيدة وكذلك مطلب القوى السياسية كلها منتفق عليها فمؤمن قلير ما أقول عندنا فرصة أن ننجح بها نضيحها ونحتاج تعاون مع الأمم المتحدة برنامج الحكومي مطالب الشعبية وحدنا المطالب القوى السياسية أن يكون هناك إشراف ومتابعة من الأمم المتحدة حتى تأخذ مصداقية هذه الانتخابات يجب أن لا تتكرر نفس الأخطاء يجب أن تكون ظروفها عدالتها تنطي جانب الثقة عند المواطن عند الشعب بالنتيجة نحن سونا الانتخابات حتى الناس تصوت وتختار من يمثل مصالحها فمن غير معقول نقع في نفس الخطأ اللي وقعت فيه المفاوضة السابقة توجيه للوزراء الكتاب أي كتاب يصدر اللي جابها عليه من طول أكثر من 72 ساعة في أقصر حدود فريق عمل للمتابعة دكتور حسين يتابع الكتاب من فوضية كان حق مو حق أكو جاب عليه عندك اعتراض عليك جواب اعتراض حتى ما يجابوك هم يقول لكم مين بس ما يبقى كتاب سبوع أو كتاب يضيع شو يضيع إذا احنا مفاوضية نضيع الكتاب في كيف كتاب المواطن عادي فرجاء هذا الموضوع يجب أن يكون هناك حزم به حزم وقوق عقوبات لكل وزارات في كل مكتب وزير هناك منسق مختص على موضوع الانتخابات اي شي تذليله اي كتاب انتم في ساعدون المفاوضية اي كتاب بدي نزوم يجي كتب من 40 ساعة سونا به جدول فلان وزارة فلان وزارة فلان وزارة راح يكون المسؤول مو الموظف خلي سمعون وطرعوا بالإعلام المسؤول ليس الموظف المسؤول راح يكون الوزير الوزير راح يكون مسؤول عن اي تخصير واعتبرها عملية عاقة عمل مفاوضية العراق يجب أن نستعيد عافيتها استعاد عافيتها عن طريق انتخابات المجيب حكومة تنهض مطلبات الناس واحتياجاتهم هذه المسؤولة تاريخية انا اعتبر هذه التخابات مفصلية في بناء العراق والسبب انه احنا اليوم موجودين هنانا من رئيس وزارة المفاوضية هي نتيجة ارتدادات اجتماعية الناس طلبت انتخابات ما طلبت شي طلبت فس انتخابات ما بكروا البعض كان يعتقد انه رئيس وزارة الانتخابات 2024 حتى يبقى 4 سنين الحقيقة انا جايقوم بواجبي كخدمة للناس لشعبي لناسي كما انتفقنا 6 ستة موعد الانتخابات الانتخابات اللي طلبوها الناس وكانت مطلب شرعي للمواطنين اتمنى لكم التوفيق اجب نعمل خلية عمل سوية لدعم هذه الانتخابات للنهوض والخروج بمرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث شكرا جزيلا اخوان